السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني النهاردة هنعمل مع بعض تحلية راقية وجميلة جدا بجد مش هتكتفي بقطع واحدة طعمها اكتر من رائع ومن غير دقيق وكمان من غير زبدة ولا اي مواد دهنية ومناسبة للكيتو دايت وكمان مناسبة لمرضى السكري المتبعين لنظام الكيتو ومناسبة لمرضى حساسية الجلوتين طريقة تحضيرها سهلة ومكوناتها بسيطة جدا يلا بينا نشوف طريقة العمل هنحتاج في الوصفة دي كوب مليان من الارع المسلوق ده مسلوق بالمية بس ومعيار الكوب ده نفس معيار الكوب اللي انا حطى فيه مبشور جوز الهند يعني تعايروا بالكوب ده او بالكوب العياري ومعايا كوب عياري من مبشور جوز الهند واتنين بيضة كبيرة ومعايا زبادي يوناني وفانيليا وكمان معايا سكر استفيانا وبيكن باودر ومعايا كمان زيت جوز الهند هنبدأ دلوقتي نجهز الوصفة اول حاجة هنجيب طبق كبير وهنحط فيه دلوقتي اول حاجة البيض انا معايا هنا اتنين بيضة حجمهم كبير وبعد ما حطينا البيض بالشكل ده هنضيف عليه دلوقتي الفانيليا هنحط حوالي نص معلقة صغيرة من الفانيليا وبعد كده هنضيف السكر انا هنا هستعمل ثلاث اكياس من سكر استفيانا ممكن تستعمله اي نوع تاني مناسب للكيتو او للضايت بتاعكم بعد ما حطيت السكر بالشكل ده هشغل دلوقتي الهند بلندر علشان البيض يتخفق معانا كويس ويختلط مع السكر وفانيليا وبعد ما اتخفق معانا كويس بالشكل ده هنضيف بقى دلوقتي كوب من الارع ده ارع عسلي انا سلقى بالمية بس هنحط دلوقتي فوق البيض ونهرسهم مع بعض كويس انا عايزة الخليط يكون معانا سائل ما يكونش فيه اي قطع من الارع بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي ولو مفيش هند بلندر ممكن تحطوه في الخلاط مفيش اي مشكلة دلوقتي بعد ما البيض والارع اختلطوا مع بعض كويس هنضيف دلوقتي كوب عياري مليان من مبشور جوز الهند شايفين الخليط بتاع البيض والارع مفيش فيه اي قطع من الارع لازم يكون معانا بالشكل له دلوقتي بقى هضيف كوب عياري مليان من مبشور جوز الهند وهنضيف كمان دلوقتي البيكن بودر هحط بمعيار معلقة الشاي معلقة صغيرة وهنضيف كمان دلوقتي الزبادي اليوناني اي انا هحط بمعيار معلقة الطعام ثلاث معالق كبار مليانين من الزبادي اليوناني وبديل الزبادي اليوناني ممكن تحطه جبنة كريمي او تحطه لبنة مفيش اي مشكلة بس تكون اللبنة مش حمضة انا دلوقتي حطيت بمعيار معلقة الطعام ثلاث معالق كبار من الزبادي اليوناني ودلوقتي بقى هنقلب المكونات كلها مع بعض الغيط لما تختلط كويس خلاص كده المكونات اختلطت كويس وبقى معانا القوام بالشكل ده دلوقتي بقى هنجيب صنية انا جبت صنية باركس مقاس اتنين في الطاقم الباركس يعني طاقم الباركس بيكون ثلاث صواني انا جبت صنية مقاس اتنين وحط دلوقتي حوالي معلقة كبيرة من زيت جوز الهند هنا فيتت زيت جوز الهند علشان ندهن بيه صنية لما فيه زيت جوز الهند ممكن تعمله مسحة من الزبدة وهنوزعها كويس في الصنية بالشكل ده وبعد كده هرش على الصنية كده شوية من مبشور جوز الهند ونوزعه كويس بالطريقة دي كده نوزع مبشور جوز الهند نغطي بيه القوع بتاع الصنية كويس ودلوقتي بقى هنضيف الخليط بتاع الحلة ونوزعه كويس كده في الصنية انا هنا استعملت صنية كبيرة شوية لاني انا عايزة تكون طبقة الحلة مكونش سميكة انا عايزها تكون الطبقة متوسطة يعني مكونش الكمية كبيرة لو عايزين تحطوها في صنية اصغر مفيش اي مشكلة لو عايزين طبقة الحلة تكون سميكة لكن انا عايزة الصمك بتاع الحلة يكون متوسط ما يكونش سميك اوي اه دلوقتي بعد ما حطينا الحلة في الصنية هنبدأ دلوقتي نوزعه كده ونفرده كويس في الصنية بتكون معانا بالشكل ده خلاص كده الصنية جاهزة ان احنا ندخلها الفرن بتدخل على فرن سخنة على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط من الفرن بتقعد بالزبط في الفرن 20 دقيقة مش اكتر من كده او لغاية لما تبدأ تتحمر من الجوانب بنقفل الفرن ونشغل الشوية علشان نحمر الوش بتاعها وبتطلع معانا بالشكل الجميل ده بتقعد بس 20 دقيقة وهنعمل لها دلوقتي اختبار بالخلة بتطلع معانا الخلة نضيفة وزي الفرن هنسيبها بقى لغاية لما تبرد خالص خالص وبعد كده هنبدأ ان احنا نحط عليها الطبقة التانية وهي طبقة القشطة ودي بتكون معانا المقادير بتاعت الوصفة انا كتبتها بالتفصيل بالزبط ارجو الالتزام بالمقادير علشان الوصفة تنجح معاكو زي الفيديو ودلوقتي بعد ما نسيب الحلة يبرد خالص هنحط الطبقة التانية وهي طبقة القشطة ما تحطوش القشطة والحلة لسه سخنة علشان القشطة متسحش لازم نسيبه لغاية لما يبرد خالص انا هنا هستعمل قشطة كي دي دي او اي قشطة مناسبة للكيتو دايت دلوقتي هنحط كمية مناسبة كده كمية القشطة هتبقى على حسب ما تغطي الصنية يعني كمية مش محددة دلوقتي بعد ما حطيت القشطة هنبدأ دلوقتي نفردها كده طبعا خطوة القشطة دي خطوة اختيارية بس هي هتدي طعم جميل جدا وهتخلي الحلة طري وطعمه لذيذ ممكن تحط بدل القشطة تحط لبنة بس ما تكونش حمضة تحط لبنة حلوة هي هتدينا طعمه رايب كده من ليالي لبنان بصراحة طعمها جميل جدا دلوقتي بعد ما وزعت القشطة بالشكل ده هنبدأ بقى دلوقتي نزين الحلة طبعا زينوه بأي مقصرات متاحة عندكم انا معايا هنا شوية من اللوز ده اللوز انا طحناء بس مش طحناء ناعم طحناء بالشكل ده يعني هنحط بقى دلوقتي على الوش كده شوية من اللوز ممكن تحطوا لوز او تحطوا عين جمل او فوز دق على حسب المتاح عندكم دلوقتي هنزين الحلة بالطريقة البسيطة دي وبعد كده هندخلوا التلاجة لمدة ساعة او ساعة ونص كده لغاية لما يبرد معانا خالص وبنطلعوا بيكون معانا بشكل الجميل ده لازم ان احنا ندخلوا التلاجة يسقع علشان لما نيجي نقطعه تطلع القطع متماسكة انا قدمته بطريقة بسيطة جدا هنبدأ بقى دلوقتي ان احنا نقطعه طبعا قطعه بالطريقة والحجم اللي انتوا عايزينه انا هقطعه على شكل مربعات بيكون جاهز معانا دلوقتي ودلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نطلع اول قطع معانا طبعا بعد ما سبناها في التلاجة شوية بقت متماسكة معانا وسهل جدا ان احنا نطلعها قطعه متماسكة بتكون معانا بالشكل الجميل ده شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا ورحتها تحفة وطعمها اكتر من راقة انا متأكدة ان الوصفة دي هتعجبكو وهتقرروها كتير قوي ودلوقتي بقى انا هحط القطع اللي انا طلعتها دي هحطها على طبع علشان تشوفوا معانا القوام بتاعها ازاي جميل جدا ومتماسك بتكون معانا بالشكل ده طعمها تحفة جربوا الوصفة وقلولي رأيكو فيها ايه وكده قدمت ليكو احلى واجمل تحلية بمكونات بسيطة وطعم رائع مناسبة للكيتو دايت واللوكارب وكمان مناسبة لمرضى السكري ومقاومة الانسولين على نظام الكيتو واللوكارب او هتنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو وكمان ترفعوا الفيديو بتعليقاتكم الحلوة وبالف هانا وعافية